نبدأ باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مبارح مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أحمد الشدلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة وده لمتابعة الجهود التنموية المشتركة بين قطعات الري والزراعة والجهات المعنية الأخرى لبجموعة من المشروعات على مستوى الجمهورية تفاصيل أكثر عن نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي في سياق العرض اللي جاي اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أحمد الشذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الجهود التنموية المشتركة بين القطاعي الري والزراعة والجهات المعنية الأخرى لعدد من المشروعات أعلى مستوى الجمهورية وقد اطلع السيد الرئيس على جهود إنشاء البنية الأساسية لتلك المشروعات القومية خاصة تنمية واحد سيوى بالصحراء الغربية حيث وجه السيد الرئيس بأن تتم عملية تنمية واحد سيوى في إطار جذري شامل يحافظ على طابعها التراثي المميز ويطور ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه لزيادة إنتاج ما تشتهر به من محاصيل زراعية على نحو يعزز من القيمة الاقتصادية والاستثمارية المضافة للواحة وكذلك كمقصد سياحي فريد كما تم استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعية لتوفير مصادر مياه الرئي لمناطق الأراضي الزراعية بوسط وغرب الدلتا وكذلك المخطط العام لمشروع حماية وتطوير شواطئ شمال الدلتا خاصة بمحافظة بورسعيد حيث وجه السيد الرئيس بتوفير الموارد المالية للمشروع والإسراع في استكمال كافة الدراسات الإنشائية وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تابع كذلك خلال هذا الاجتماع مستجدات بعض مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مستوى الجمهورية وبالعاصمة الإدارية الجديدة والخطوات التنفيذية ذات الصلة خاصة الحي الدبلوماسي بالعاصمة والمخطط أن يضم مقار السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية المعتمدة بالقاهرة وقد وجه السيد الرئيس بأن يشمل الحي كافة الخدمات المختلفة والأنشطة الاجتماعية المتنوعة لقاطني والمترددين عليه وفق أعلى مستوى وبالتكامل مع أحياء العاصمة الإدارية الأخرى